بداية اليوم شو نشوف الواقع الصحي بمحافظة البصرة نعم تحياتي لكم ولمشاهديكم بالنسبة للملف الصحة أو القطاع الصحي في محافظة البصرة طبعا نحن نتفق جميعا أن أهم القطاعات في الدولة كل القطاعات البلدية الزراعية الاقتصادية أهم هذه القطاعات هو القطاع الصحي لماذا؟ لأنه يمس حياة المواطن يعني كل الأمور التي تصير ممكن علاجها ممكن إنقاذها ممكن السيطرة عليها لكن الملف الصحي ما ممكن التهمن به لأنه يمس حياة المواطن واللاحظ التردي المتواصل والمتعمد من قبل المسؤول في تردي الواقع الصحي يعني هناك استهداف لحياة المواطن وصحة المواطن من قبل المسؤولين الفاشلين اللي نسميهم الحرامية اللي يسرقون مال الشعب والناس من أجل مكاسفهم الخاصة وترك المجتمع في حالة يرسى لها حقيقة يعني في حالة مبكية قبل أيام حدث ازهقت روح أحدى نساء البصرة والدة أحد زملائنا حكيم المياحي نعم أثر خطأ طبي خطأ طبي وحضرت ممكن جسدت الضوء على هذا الأمر وما لاحظ يعني انتفاظ المسؤول أو لفت نظر لما جرى لا أكتبوا بعقوبة شنو الخطأ الطبي اللي توفت الفقيدة على أثره نعم بالنسبة للخطأ الطبي يعني يوم سلسل الخطأ الطبي اللي ينعاد مكررة للساحة ونشوف بين الفترة وأخرى نشوف هاي الأختادة بالتالي يوم ماكو محاسبة حقيقية للشخص المقصر برأيك اليوم هاي الظاهرة ممكن تستفحل في الأيام المقبلة لا أكيد هي مستفحلة يعني اجتستفحل بعد إذا اسم غلطون بالاسم يعني فلاني غيرون الاسم مو غيرونه ولكن لا أبالية يعني حياة المواطن عد يعني بعض الموظفين ما نقول كل الموظفين بعض الموظفين بعض الأطباء كذلك لا يلتفتون إلى صحة وحياة المواطن عدهم هينة رأي دي ليش لأنه غياب المسؤول غياب المحاسبة غياب الحساب والعقاب يعني اكتفى المسؤول عن المستشفى مدير المستشفى مدير المستشفى البصرة اكتفى بلفت نظر لفت نظر المختبر دمعت الكادر المختبر يعني حياة مواطنة راحت انزقت حياتها ويعني ما عرف ما عرف شونا عبر ناهيش عن الإجراءات التعسفية اللي جاي تجرى في مستشفيات البصرة ونقص الخدمات الزبائي المتروسة بالمستشفيات يعني نشوف اكو كادر عمل جاي اللاحظ اكو كادر لكن رقابة ما اكو يعني اعتناء فقط هاي سوي اللي عليك ودروجك وروح لو روح ينام لو يطفلوس وروح ما يداوم يقطع دواما او ما شابه ذلك طبعا احنا ما نحشبشك العام احنا قبل ايام صارت وقفة احتجاجية في مركز الاورام في محاوظة البصرة واعترضوا على المدير اللي هو دكتور رافد انا اعيد هذا الاعتراض ولكن هل كل الكادر هو مقصر لا انا لانه انا صارت عندي حالة حالة في هذا المركز ولاحظت حقيقة يعني اكو ناس عدهم غيرة اكو ناس يعني يباوع للمقابل انه هذا اخو اذا امرأ يعتبرها امان وتحديدا يعني اطباء عدهم يعني اخلاق طبيب اذا عنده اخلاق هذا يعتبر ناجر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة